اهلا بكم يا شباب في الفيديو هنتعرف ازاي ندي كل حساس او ديتكتور عنوان في عندي نظام العنوانة تمام عشان ياخد كل حساس رقم او ياخد عنوان في اكتر من طريقة حسب المركة وحسب الموديل رقم واحد في عندي طريقة السيفن بيت بايناري تمام سيفن بيت بايناري والهيكسة ديسميل ديب سويتشز الديب سويتشز اللي هي المفاتيح اللي قدامك دي هتلاقي كده على اليمين مكتوب لك ان انت لو رفعت المفتاح ده الفوق هيبقى اون وفيه اوضاع مختلفة لي الان والوف لو احنا ركزنا اكتر ده نظام هتمشي واحد اثنين اربعة تمانية دي هتجيبها ازاي اثنين قس سفر بواحد اثنين قس واحد باثنين اثنين اثنين باربعة اثنين قس تلاتة بتمانية يعني انت هتمشي اثنين قس سفر اثنين قس واد اثنين اثنين تلاتة اثنين قس اربعة اثنين قس خمسة اثنين قس ستة وهكذا حسب عرض المفاتيح فهيبقى الترقيم زي ما انت شايف 1-2-4-8-16-32-rod Where you can see فأحنا هنبدأ نشوف الجزء الخاص بالمفاتيح يعني لو بصيت مثلا هنا على detectors عايزين نبدأ ندي أرقام لو احنا شفنا هنا ده الback الخاص بالdetectors نقدر ندي أرقام للdetectors الخاص بالfire alarm بتاعي طبعا كل زرار بيكون لي رقم اللي هو 1, 2, 4, 8, 16, 32 بيتم جمع الأرقام اللي هي في حالة on اللي هي مرفوعة لفوق وده يقدر يديني رقم الdetectors يعني لو خدنا مثال الصورة اللي قدامي دي أول واحد عندي on يبقى إيه واحد تاني واحد on برضو يبقى تاني واحد اللي هو المفتاح 2 يبقى زائد 2 تالت واحد off مش أخذه معايا اللي هو الأربعة رابع واحد اللي هو 8 on فوق أضيفه معايا وهوصل لأن ال32 يبقى عندك الواحد والأربعة والتمانية وال32 هما اللي on خلاص أنا روح مجمع يبقى الأدرس اللي أنا خدته دلوقتي رقم 43 ده لو أنا بستخدم 7 bit binary أو dip switches في dedicated address program ده كل حساس بياخد العنوان بتاعه بشكل automatic dedicated بناء على المكان داخل اللي هو فيه النوع اللي هو decimal decimal اللي هو العشري العشري احنا عارفين النظام العشري تمام أو decimal بيبدأ من 0 لحد 9 لو انت بصيت فيه عندي على اليسار هنا جنب كلمة decimal هتلاقي من 0 لحد 9 المؤشرات ده decimal من 0 ل 9 الناس اللي نسيت يبقى من 0 ل 9 ده decimal في عندي واحد خاص بالعشرات اللي هو على اليسار والتاني خاص بالأحد يعني انا اللي عايز اعمل 43 يبقى هجيب اللي هو على العشرات على 4 يبقى داني 40 والأحد على 3 يبقى 40 اللي هي 4 في 10 اللي ده العشرات واللي على اليمين الأحد 3 يبقى ده 43 النظام التاني اللي هو الهكسة الناس اللي نسية نظام الهكسة ديسيميل النظام السادس عشر بيسموه بالعربي ده بيبدأ من 0 لحد 9 وعشان اوصل لحد الخمستاشر اللي انه من 0 ل 15 دول 16 رقم ببدأ اعد بعد التسعة اللي هو ABCDEF يعني انت هتبص هنا هتلاحظ ان انا عندي في الهكسة ديسيميل من 0 لحد 9 وبعد كده ABCDEF ده النظام السادس عشر يبقى انا لو انا حطيت على رقم اتنين زي ما احنا شايفين في الصورة كده والتاني حطيته على بي بي اللي هي تكافئ كأنها 11 يعني تمام انا كده بستخدم النظام الهكسة ديسيميل وده لو انا عايز ازبط مثلا حساس على رقم 43 اهو بازبط على في حالة العشري على الاربعة في اليسار اللي هو العشرات والتلاتة يبقى اربعة في العشرات تبقى اربعين وتلاتة يبقى تلاتة واربعين هنا موضح لي كل الانواع فهو بيزبط هنا على التو بي التو بي هي التلاتة واربعين تكافئ تلاتة واربعين او 001010111 دي اللي هي برضو تكافئ رقم تلاتة واربعين بالنظام العشري بها دول التلات انواع او التلات اشكال اللي انا اقدر ازبط بيهم او ادي بيهم رقم لديكتورز معين او حساس معين طبعا هنا بيقول لي الكواشف بتم تغذياتها بتيار مستمر من باور سبلاي مدمج في لوحة انزار الحريق والمعلومة دي مهمة جدا بنت زي اديت ارقام وكمان عرفت التغذية الكهربية في الفيديو الخاص بعنوانة الحساسات وشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته